شارك نائب دكتور هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة وأكد العشيري في كلمته خلال اجتماع اللجنة أن مملكة البحرين تسير بخطى وافقة نحو توسيع جهودها وتعزيز إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله واستعرض العشيري خلال الاجتماع صدور مرسوم عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو الشامل عن 1584 محكوما بمناسبة اليبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وذلك تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك مضيفا أن المرسوم يأتي انطلاقا من تأكيد جلالة الملك المعظم في الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون البحريني بالت 업 humans اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة